السلام عليكم البرهان بالخلف أصحاب مراني نيسي لا تخافوش معكم غير الأستاذ زكريا أخي قلت لكم مراني معاكم حتى للأخر الدرس البرهان بالخلف من أهم الدروس اللي بزاف تنامينا مخايفين ومفاهمين في جدوه وواقوه ويتحفل فردوه في الاختيباء تبع معي الله سوف ندربك بشرح أسطوري مبسط جدا لهذا الدرس بتلاجع أمثلة تطبيقية أخوالي عزيز ما تنسى شبرك بارتزينا الفيديو معك أم أصحابك خلي الفيدا للجامع سوف تكون صدقة جالية إن شاء الله وخلينا نجمع كومنتها فعلى الجرس يوصلوا وقعني فيديو نيرا جايين اروا جاي PPCM و PGCD اروا جاي الهدف أول نيرا و جاي كلش كلش تبع معي البرهان بالخلف كيف يجيكم السؤال في الميثال اليوم قالت برهن أن جدر ثنين هو عدد أصم لهذا الدرس نبرهن أنه جدر ثنين هو عدد أصم ماذا عندها عدد أصم؟ ماذا عندها عدد غير ناطق ماذا معي؟ في البوهان بالخلف كيف تتحني سوف تبدأ دائما تقول فرضية تفرض بالخلف يعني تخالفهم تعاكسهم زعما زعما نحن 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 نبرهن أن جدر ثنين هو عدد أصم غير ناطق يما لكن نحن نبرهن الفرضية نفرض أن جدر ثنين هو عدد ناطق نفرضه العكس نخالفهم كيف قلت برهن بالخلف؟ ما عندها تخالفهم تعاكسهم سمح بينا برهن أن جدر ثنين هو عدد أصم عدد غير ناطق يما لا نفرضه أنه عدد ناطق ونخدم ونخدم ونخدمه ما عندها يخرجنا غير ناطق ما عندها تقول ما عندها تقول نفرضه بالخلف نفرضه بالخلف نفرضه بالخلف نفرضه بالخلف أنه أنه جدر ثنين هدايا جدر ثنين هدايا هو عدد ناطق هو عدد ناطق وش ما عندها عدد ناطق؟ أي يمكن يمكن كتابته على الشكل على الشكل واش يمكن كتابته على الشكل على الشكل كسر كسر غير غير قابل للاختزام غير قابل للاختزام كيف يقول أنك مثلا او عالا بي بسيطة الاول بها دوما ماذا هو عدد صحيح نحن بها عدد صحيح عددان صحيحان بركل بي لا يجب أن يكون زائره وفي النقام لا يجب أن يكون معدوم اولا اخوتي نعود لك اكتبت برحل انه جدا اثنين هو عدد أصن غير ناطق يمانا تفرض بالخلف تفرض العكس خالفهم تفرض انه جدا اثنين هو عدد ناطق خالفهم تفرض انه ناطق ماذا معتها ناطق؟ يمكن كتابته على شكل الكسر؟ غير قابل الاختيزان او عالا اولا ماذا تفرض لك؟ تفرض انه تفرض انه عدد زوجي ماذا تفرض لك؟ تفرض انه نبرهن نبرهن انه العدد عدد هو عدد زوجي ماذا معدتها زوجي؟ ما معدتها نكتبه من الشكل عدد زوجي عدد زوجي هذه عدد زوجي مجمع عدد زوجي نقدروا نكتبه من هذا الشكل عدد زوجي عدد زوجي وماذا نعود نفس الشيء مع عدد ب نبرهن انه انه عدد زوجي عدد زوجي وماذا معددها زوجي؟ انه عددها نكتبه من الشكل وثنين 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 وعندها خوفي اذا شوفوا دايما تبدو بهذه واخذوا الدولة تقول لهم نفرد بالخلف لعكس تعوشت حق به انت حبث بهن انه على الاصم غير ناطك لما لا تفرضوا بالخلف انه ناطك بعدها تكتبه انت تكتبه الكسر قابل اجتيزة تروح اولا تبرهتهم ان A زوجي مطسط وثانيا B زوجي وماذا تقول لهم تقول لهم بما أن بما بما أن بما أن أره زوجي عدد زوجي والB يقول لهم عدد زوجي وأن ال B هو عدد زوجي تتمل او خراص وقلنا بني زوجي وما تقول لهم تقول لهم او على B قابل من الاختيزة ترى بما أن مطسط الكسر الكسر قابل للاختزان أخوتي، كيف يقول لك أ عدد زوجي والبي عدد زوجي لا تكون هذا الكسر قابل للاختزان كيف يقول لك أ زوجي مثلاً ثمانية ثمانية هو على الزوجي يقول لك أ وثمانية والبي نقول لك مثلاً لا نشعر فنايا مثلاً ستة الزوجي الغارة وزوجي أعطيت ثمانية الزوجي الغارة وثمانية هم ستة هذا الكسر قابل للاختزان عندما ناختزانه على زوج على زوج هل سأعطينا؟ ثمانية هو على زوجه سأتزان لك ثمانية هل سأعطيتك مثال أرقع مني لكي تفهموا؟ إذا أخوية الأزيز تركز معي يا ملاح نطارقنا بنا قلنا بالأعلى بي كصرف خير قابل للاختيزان لما كان جدر كنين فرضناه أنه عدد ناطق وما خرجني في اللقاء؟ خرج لي أعلى بي قابل للاختيزان نعود لك فرضناه على نون بالأعلى بي كان غير قابل الاختيزان وما خرج لي؟ خرج لي أعلى بي قابل للاختيزان وما أنتهى؟ هذا الشيء يتنافى مع الفرضية المطروحة يتنافى مع تناقض ليس كما الفرضية للعكس على الفرضية ماذا نقول لهم؟ وهذا يتنافى يتنافى مع الفرضية المطروحة المطروحة أخوتي أنا أقول لكم يتنافى مع تنافى مع الفرضية يخالف الفرضية وهذا يبقى يتناقض مع الفرضية يتنافى يتنافى مع الفرضية المطروحة الروحة معاوكة وما فرضنا؟ فرضنا بالخلط أنه وجدت منه هو عدد ماطق فرضنا أنه وجدت منه هو عدد ماطق والأعلى بي قصر غير قابل للاختيزان ماذا خرج لي؟ خرج لي بقى أعلى بي قصر قابل للاختيزان ماذا معنتها؟ معنتها جدر التنين غير ماطق معنتها جدر التنين هو عدد آسم ونقول لهم إذن جدر التنين هو عدد آسم عدد آسم عدد آسم غير ماطق غير ماطق فرضنا بالخلف أنه وجدت منه هو عدد آسم إذن خلط تشفر عليها؟ هذي من هذا الخطوة الأولى نفرضه بالخلف العكس ماذا نفرضه؟ فرضنا أنه وجدت منه عدد آسم غير ناطق إما لأفرض بالخلف أنه ناطق كسرت غير قابل للاختيزان ومعاني الأخر يخرج لك آلا بي كسر قابل للاختيزان العكس عنه فرضنا فرضنا أنه وجدت منه عدد ناطق والكسر قابل للاختيزان خرجتك مع الأخر قابل للاختيزان هذا ما يتنافق لا يتنافق مع الفراضي المطروحة فرض أنه وجدت منه عدد ناطق إما لا يتنافق معاه إذن وجدت منه عدد غير ناطق غير ناطق غير ناطق معانتها آسم كيف يقولكم غير ناطق أو آسم؟ سيكيف كيف نروح وضع للمثال الترشيب والسؤال ذلك أثبت وظهن أنه 1 على 4 ليس عدد 20 أول خطبة نروح ونفرده بالخلف لعكس على وإكس عورية نتبت لعكس على وش نبرهنه حم وش نبرهنه سنبرهنه وإكس المثال ونثبته 1 على 4 ليس عدد 20 ماذا نفرده بالخلف نفرده أنه عدد 20 فهنا في الفراضي نعكسوه نخالفوه نقوم نرده ونعكسه وش نبرهنه فنبرهن أنه ليس عدد 20 إما نفر أنه عشي سوكسخول خلوها خلوه نطفريد 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 أنه هذا نطفريد بين خلف وضع بين خلف نطفريد بين خلف أنه أنه أش أنه العدد هو واحد على أربعة هو عدد عشي عدد عشي أنا نطفريد بين خلف لما نفض أنه عشي العكس الخالفة خلوتي أقول لكم واحد على أربعة عدد عشي معنى أي يمكن جميع عدد عشي يمكن كتابته كتابته على الشكل أي يمكن كتابته على الشكل على وش؟ على الشكل بي بي هو يساوي بي ولكن تسمية فقط على عشرة أستان خلوتي مجميع عدد عشرية حكايناها في المجموعات الأساسية للأعداد مجميع عدد عشرية مقدروا أن يكونوا على الشكل بي على عشرة أستان هاي نعم بي هذا يجب أن ينتمي المجموعة أعداد صحيحة ينتمي المجموعة أعداد صحيحة أعلى الموجبين مستربي لكن لا يوجد موابطة لم يكن موابطة لم يكن موابطة 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 هذا بي بي أنا حتى أخوتي ب lengths من خرجتهم و سأخبرو قائد الولادية هذا في هذا و هذا ما أعرفتها البي هو 10 قسطان نضربها في واحدة قسمها على 4 10 قسطان في واحدة قسمها على 4 أقول لا أخوتي صح 10 قسطان ماذا تضربها في واحدة؟ أي عدد نضربها في واحدة المعد هو 10 قسطان في واحد ؟ طيب يقول 10 قسطان سمّا البي هذا و ماذا يحيجيني ؟ يحيجيني 10 قسطان على 4 أخي العزيز، ما أقول لك، ما قلنا عنه؟ قلنا عنه أن هذا البيئ هو عادل صحيح عادل صحيح، ما معلتها؟ معلتها لا يوجد فاصيلة، مواره عشرين ومواره ناطق هكذا، أوكي كيف يقول لك أن البيئ عادل صحيح؟ معلتها النتيجة لياله لا يوجد فاصيلة، صح؟ طريبا، فمعلتها عشرة أستان، كيف يقسمها على أربعة؟ ستعطيني النتيجة لا يوجد فاصيلة هكذا، لذلك عشرة أستان، ستقبل القسمة على أربعة ما معلتها تقبل القسمة على أربعة؟ معلتها كيف يقسمها على أربعة؟ ستعطيني النتيجة لا يوجد فاصيلة هكذا، ماذا نقول لهم؟ نقول لهم إذن، هكذا، عشرة أستان يقبل القسمة على أربعة عشرة أستان يقبل القسمة على أربعة كيف يقول لهم قبل القسمة على أربعة؟ كيف يقول لهم قبل القسمة على أربعة؟ ما معلتها؟ نقول لهم قبل القسمة على أربعة؟ معلتها عشرة أستان ثانية تقبل القسمة على أربعة معلتها عشرة أستان تقبل القسمة على أربعة؟ هذه هي في الرياضيات خالي في المنطقة الرياضي في الموضوع الوالوجيك في المنطقة الرياضي يقول لك إذا كان 10 أسئة حتى 10 أسئة جدا تقبل قسم 4 نصحك يقول لك 10 أسئة لكن هذا يكون واحد يكون الزوج يكون 10 أسئة من 10 أسئة كما هنا 10 يفسح يمثلون أنهم هي 10 أسئة سمع الآن هذا وهو واحد كي يكون 10 cost 2 قبل كسمة الأربعة ما عندها 10 cost 2 تقبل كسمة الأربعة 10 cost 3 تقبل كسمة الأربعة 10 cost 1 تقبل كسمة الأربعة وأمراك sopra 1 هي 10 نعم، إذا كان 10 cost 2 قبل كسمة الأربعة 10 cost 2 حتى تقبل كسمة الأربعة هذه من نأ生活 الفر spending الثاني والحركة بالصح الواقع الحقيقة لا يصحف الواقع تقبل قسمها على 4 اسكو 10 تقسمها على 4 تعطيني عدد صحيح لا يوجد فاصيلة كم كنت تريستين يا أخي هذه تبعها يا بابا ماني 10 نقسمها على 4 10 إذا قسمتها على 4 ما تعطيك؟ تعطيك زور جونس تعطيك عدد عشري في فاصيلة وعندما تقوله 10 على 4 10 تقبل قسمها على 4 مع هذه النتيجة لا يجب أن تكون فيها فاصيلة لا يجب أن تكون عدد عشري كان يقول لك عشرة تقبل قسم على 4 مع هذه النتيجة يجب أن تكون عدد صحيح أو عدد طبيعي لا يوجد فاصيلة وفي الصح هذه عشرة إذا قسمتها على 4 سأطيني يزور جونس ومنطقة ريالي والخطوات على فرضية خرجوا لنا بالعشرة تقبل قسم على 4 وهي في الصح في الحقيقة عشرة لا تقبل قسم على 4 ما لديها عشرة تقبل قسم على 4 مثل عشرة تقبل قسم على 4 تعطيني عدد صحيح ونحن كاسبنا عشرة تقسم 4 ليس صحيح عدد عدد روشري فيها الفاصيلة عدد روشري طويلة فالجون قبعد القسم على 4 بز 중요ب عشرة ما لديها تقبل قسمة موقع jeughol عشرة تقبل قسمة smoked عشرة تقسيم 10 عشرة تقسم بين 1 ما لدي فاصيلة يقول لك عدد يقبل قسمة على عدد أحد أخر عندها النتيجة لها القسمة لا يوجدها 10 تقبل قسمة على زوج 10 تقسيم زوج يعطيك 5 لا يوجدها لا توجدها 10 تقبل قسمة على 5 10 تقسيم 5 يعطيك زوج إذا لديهم ما تقوّل 6 على عدد 10 4 مالشي من بينهم 10 على 4 يعطيك زوج ونص يعطيك عدد 20 فيها فلسلة وش حمي يقول خاضر؟ تبع معي إذا هناك تناقض هناك تناقض تناقض ثم أنت الفرضية بتاعك خرجت لك بللي عشرة تقلق قسمة على 4 وفي الحقيقة عشرة ما تقلق قسمة على 4 مع أنت هناك تناقض ثم أنت أخويا فأزيز وش بطي على الأول فرط بللي 1 على 4 هو عدد 20 ومدام كي تناقض معنتها 1 على 4 ليس عدد 20 وهذا وش حبينا بطي سما تشوف معي تقلوا هناك تناقض 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 بين سير مع واش مع الفرضية المطروحة هناك تناقض هذه تناقض ومدام هناك تناقض وحنا فرضنا أنه عدد 20 إذن 1 على 4 هو عدد غير 20 إذن 1 على 4 هو عدد غير أو ليس هو عدد غير عشري غير عشري أو لا تقدر تقول لهم واحدة العامة ليس عدد عشريا كما طلبوا لك أتبرهنها مفهوم جيد أزيز أقدر من قلت لكم تزوج حالات واختارفة عن بهم الخلف التي فيها جد والتي فيها كسر وأنا إذن تخليت لكم المثال والسؤال الثالث أثبتوا برهن أنه واحدة أسمع ليس عدد روشريا أرح يكون المثال الثالث يشبر بزاف المثال الثاني كيف يكون عندك كسر يعني نفس الخطوات نسحقكم كامل تحسبوها في الضغط وتصوروها لي تبعتوها لي في الانستقرار فبعتها لي في الانستقرار فبعتها لي في الانستقرار وسلم عليكم الشيخ خانتي الميدك تعقولت مناوي وتبعت لي أحلي مصور عن المثال هذا كيفاش تبرهنها سهل بزاف تبعها لا تنسوا خواتي الأزاز نسحقكم تتغاوف لي كومنتات بين وحكم خلونا كلمة تحفيزية لكي نوصل معكم جميع الفيديوهات الأستاذ زكريا راول لهنا يا أخويا الأزيز بإذن الله نحن الله فيكم عم جهين الفيديوهات واحدة أخرى على العدد الأولي على PPCM PGCD القيم المضبوطة والجذور كل شيخويا الأزيز لا تنسوا فارتاجي عن الفيديو معك يا مصحابك وخليها صداقة جانية نفعك إن شاء الله قائل تسفادو وقائل تنجحو راح نكون معاكم ووستو روحكم واتخال الله في روحكم سهلا سهلا